التاء مرحبا أعزاء الصغار اليوم سندرس حرف التاء حاتم ولد مهذب ذكي ومجتهد في دروسه يحب والديه وجميع الناس ففي ذات يوم من الأيام بينما استعد صديقنا حاتم للذهاب إلى المدرسة صحبة أبيه فاجأه أبوه سائلا هل رتبت غرفتك يا حاتم؟ عندها وبكل فخر وثقة في النفس رد حاتم مجيبا كل أدواتي في المحفظة حتى المبرة قال الأب أحسنت وغرفتك فأجابه قائلا نعم يا أبي لقد رصفت الكتب على الرف ومسحت مكتبي من ثم غادر الأب مع ابنه وهو فخور به وبتربيته يمكن أن نجد حرف التاء في ثلاثة مواضع أولا في أول الكلمة كأن نقول تمر تفاحة تمساح ثانيا في وسط الكلمة كأن نقول دفتر مرتب كتب دفتر مرتب كتب ثالثا في آخر الكلمة كأن نقول توت طاولة شوكة والآن أترككم في رعاية الله إلى أن نلتقي في حلقة شيقة في عالم الصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر